أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من سالون بسيانس حلقتنا الليلة رح نحكي فيها عن حالة مرضية اللي هي فريدريكس أتاكسيا هي ثميت بهالحالة المرضية بهذا الاسم نسبة للطبيب الإلماني نيكولاوس فريدريك الذي وصفها لأول مرة خلال سبتينات القرن التاسع عشر تصيب هذه الحالة المرضية بمعدل شخص واحد لكل خمسين ألف شخص ما هي هذه الحالة المرضية هل هو مرض وراسي ما هي أسباب هالحالة أسئلة كثيرة سأطرحها على ضيوفنا بهالحلقة من سالون بسيانس أريد أن أرحب بالأول بالضيوف دموزيل ماريان حكيم مؤسسة ورئيسة الفلا الجمعية الخاصة بالتواعي على هذه الحالة المرضية لفرادريك أتاكسيا لبانيز أسوسياتي كمان بدي رحب بالدكتور كامال أصير دكتور في فيزيوترابي كمان بمدام فاليري داو أرتوفونيست اترافات سيستيماتيك فاميليال أهلا وسهلا فيكن اليوم أسئلة كثير مننا نطرحها مننا نشوف شو هي هال ملدي هالحالة المرضية وعندما نسميها ملدي أو حالة مرضية أو ما أعرف شو تتسمى وعندما نحطها بأي خانة وشو هي نعرف عنها بالأول اليوم مين رح يعرفني عنها خير كامال مؤهد مساء الخير الأتاكسيدو فرايدريخ متل ما حضرتك عرفت عنها هي اكتشفت حوالي 1960 هي ملدي جينيتيك يعني بعلم الجينيت بيصير في عنا تعديل جيني هو بيخلي هيدا الكوداج للجان يلي هو جان نوف كروموزوم نوف بيصير في عنا تعديل فيه وهيدا التعديل بيخلي أنزيم معين يلي هي الفراكسين ما تعد عم تنعمل لكوداج صحيح وهيدا الكوداج الغير صحيح بيخلي دمور بهيدا الخليا العصبية أو الخليا الموجودة بالجسم ما تعد تعمل لعملها الصحيح وبتوصل أكيد بالأخير لعدم الخلية ما تعد تعمل لوظيفتها الصحيحة وبيصير في عنا يعني شوية صعوبة بالحركة صعوبة بتناسق الحركة وشوي شوي بتبلش توصلنا لعدم إدراع على الحركة هون بدي أفهم هوني ويعني هلأ نحن برجع بذكر بذكركم وبذكر المشاهدين أن نحن بسالون لشخص واحد يعني فينا ناخد الحديث من بعضنا البعض أنا هون بدي من ورا حديثك بدي نتفق استوضح بما أنه التلة هي حالة مرض وراسة نعم فيك تقول عنها مرض يعني كنا نقول نعم فينا نقول عنها مرض هوني كمان ما نرجع نشوف التوصيف طبعا أنه فينا نقول عنها مرض هي مرض وراسة تصيب الخلايا العصبية الخلايا بشكل عام بشكل عام كل أنواع الخلايا كل أنواع الخلايا لأنه مثل ما سبق أو ذكرتلك أنه هو كوداج يعني هيدا الكروموزوم هو بدو ينتج لك مادة معينة اللي هي الفراتاكسين إذا الفراتاكسين ما عم تشتغل صحيح بيصير في عندك صعوبة بأنك تشيل مادة الفر أو يلي هي الحديد من الخلية هيدا المادة الفر بتخلي أنه يصير فيه دمور بالخلايا ودمور بالخلايا بالجسم أكيد كله وأكتر شي من شوفها هي بالجهاز العصب أكتر شي بيبين على العين المجردة هي الحركة هي التوازن هي التناسق بالحركة بس أكيد بيصير فيه إصابات بعدة مطارح بالجسم ممكن يصير في عندك إصابات بالبانكريا ممكن يصير عندك إصابات بالعين ممكن إصابات بالقلب في عدة إصابات تجمع الفريدريك نعم طيب وهنا سؤال لأنه أنا عم شوف أنه كحالة مرضية وهالحالة معدل شخص بالخمسين ألف على خمسين ألف أنه تنشوف أنه منطلع منلاقي بالعيال من جهة الأم أو من جهة البي مش موجودة هالحالة منرجع نلاقيها عند ولد من هالأولاد لا نكون موجودة في حالة عند الأم أو عند البي أو بتاريخ عائلتهم أو بمجال بعيد لماذا سبب هذا؟ السبب هو أنه الكروموزوم والجان اللي عم نحكي عنه هو جان رساسيف يعني من هو الغالب فلازم تكون تلقي الجان موجودة عند الأم وعند البي رساسيف ويتجوزوا بعضهم ويصير في عندك رساسيف بلوس رساسيف وهو منعرف نحن أنه إذا كان الجان رساسيف يمكن تمرق أجيال وما يبين 100 سنة يمكن وما تقدر تشوف الموضوع وما تقدر نعرف تاريخ العائلة الأربجين ومن زمان ما كانوا يحددوا ما أنواع الأمراض كانوا يقولوا أنه عنده هذا المرض عنده شلال عنده شلال وشلال يعني هون الأربجينيالوجيك طبع العائلة لا نستطيع أن نصلها لأنه ممكن تكون قديم والجان موجود من هذا طيب ما هي الأسباب يعني فينا نقولها بس أسباب هالموتاسيون اللي بتصير هالموتاسيون اللي صاريت أو التحول اللي صار فيه إلى عوامل بتخليها تتبين بتأثر عليها عوامل خارجية مثلا هلا أول من الطفل يخلق ما يبين علينا أي زواهر بس يصير تقريبا عمر الولد 8 سنين إلى 12 سنين حوالي الأدوليسانس المراهكة منبلش نشوف هيد المشاكل تبلش تظهر كيف منشوفها منبلش نشوف تعب عند الطفل أو عند المراهك بيبلش تعب وبيصير في عنده شوية خلل بالتوازن بيصير في عنده شوية أو خلل بالتوازن وكمان بيصير في عنده صعوبة بالكورديناسيون يعني منسميها تناسق بالحركة هذه الأشياء بيبلش نشوفهم على زغر على عمر 8 إلى 12 سنة ومن بعد ما يقطع عندك عدة سنين بتصير تبلش تشوف أنه هالسامبتوم عم بتزيد مع المراهك وبتصير توصل آخر شيء أكيد من بعد عمر طويل بتوصل أنه مايعود يقدر يمشي أو يقضي حاجاته بالحياة لكن كمان كلها بيختلف من الشخص للتاني يعني في ناس بيبلشوا يحسوا عزار وفي ناس على الأدوريسانس في ناس على 22-23 وأول شي بتبلش يعني بعد إكسفيريانس تقل بالمشي وخاصة مع الدراج لأن السائر كثير يعني أنا كل طفولتي ولما رح حسيت بشي الحديد دي ساب سابت بروكراسيما والدوكرا بيختلف بين الشخص والتاني فيها تتقدم كثير بسرعة وطريقة كثير قوية وفيها شوية شوية وفي كثير فاكتر بأسره على البروكراسيما طبع الملازية مشان هيك الكوداج طبع الفاكتر اللي عم تحكي عنه هنه فاكتر خارجي أكستريار ولا هي من فاكتر من الجسم من الشخص ذاته بس تكتر فيه الاثنين فيه الكوداج يعني فيه ناس يمكن الكوداج طبعه كتير صار فيه غلط بالكوداج بتكون مدة الفراكسين كتير قليلة بالجسم في منهم الغلط بيكون خفيف بتكون مدة الفراكسين على مستويها بتكون العوارض بتكون العوارض أقوى إذا في حال كان خفيفة إذا كان معتدل بعده بيكون العوارض بيكون عنا الإصابات شوي شوي بتبين وتاخد وقت أكثر تقول يمكن فيه شلال أو فيه شيء كذا أو شيء بالأعصاب كيف بيصير التشخيص والفحصات شو بتنعمل حتى يبين هال الملابين التشخيص أهم شيء يبلش عند حكيم نيرولوج حكيم جهز عصبة ويكون هالتشخيص عم بيتم مع فريق متعدد الاختصاصات نكون عم ينعملوا كل ستابس اللي زمين يبين كل التداعيات لأنه اليوم مع الدراسات صرنا منعرف تداعيات هيدا المرض على كذا صعيد فلما ينعمل التشخيص بطريقة مظبوطة مع الفريق كله عادة بتبين الأشياء وساعتها بتنحط على أساس الخطة العلاجية المناسبة وبيبلش هون هاد السؤال كنا بدي أسأله أنه الدراسات اللي أكيد اتطورت كتير من النهار اللي اكتشفها لطبيب الألماني من قرن التاسع عشر أكيد اتطورت وصرنا نعرف أكتر في قليلي مثلا أني قلت لي هلأ في فريق عمل في فريق طبي عم بيكون حول هالشخص اللي عنده هالملادية إنه شو هن الاختصاصات اللي بحاجة لهل من إن الفريق يعني؟ نحن ديجا هون فيزيوترابيوت أرتوفوديست كمان بالفريق مهم يكون في مرات إرغوترابيوت مهم يكون في شخص أخصائي بالإشارة السبورتيف بسيكولوج إذا كمان لأنه مهم كمان يكون في أبروش بسيكولوجيك كمان مهم يكون في مرات أسيستانت سوسيال لا تكون عم بتتبع الحالي بكل جوانبها مرات بنعوز غير النورولوج أطباطينين حسب حكن النورولوج يمكن أكيد حسب النورولوج أعتد أنه هو أول شيء بالفريق النورولوج هو أول شيء بواجله حسب كل واحد جوهر سامتوم طبعا يعني إذا حسنا مثلاً يجب أن يكون هناك تجاكب في القلب والسكرة فإذا كان هناك شيء يوجد عند الحكيم المختص عند الحكيم المختص هذا شيء مهم جداً يعرفها طريقة التشخيص ويجب أن لا يجب أن يتأخر في شيء هنا أنه في حال يبدأ يبدو أن يبدو أن يبدو أن يبدو لكن هذا يجب أن يكون هناك الجينيتيسيان وهو من أهم الأطباء التي يجب أن يتواجه لعنده الشخص بعد أن يرى النيرولوج، يجب أن يواجه عن الطبيب المختص أول واحد هو الجينيتيسيان يعمل الفحص المخبري المختص كيف نستطيع أن نعرف أي نوع مرض أو أي نوع مرض في أوقات مضطر تعمل فحص مخبري تتأكد أي نوع منه، أنت تعرف أي صباح هناك أنواع منه هناك أطاكسي كثير أطاكسي دوفرايدرخ هناك أطاكسي سيرابيلوز هناك أطاكسي تريد أن تعرف أي نوع أنت عندك كما تعرف أن نسبة التطور سريع هذه المرض حسب كل واحدة إلى سرعة معينة إلى سمبطوم معينة لكن كلهم يجتمعوا الأطاكسي على موضوع التناسق بالحركة والتوازن عند المريض لكن حسب ما هي الأطاكسي يجب أن نقوم بالفحص المخبري يتأكد ما هو الجان يتأكد إذا نحن نتحدث عن الأطاكسي دوفرايدرخ أو لا ومن بعد أكيد نتجه على الأطباء المختصين مثل ما قالت ماريانا إذا بحال لدينا إصابات بالقلب بدك تتجه عند طبيب القلب إذا لديك إصابات بالسكر بدك عند الأندوكرينو يعني بيصير فيه توجه للمريض من قبل الطبيب يلي هو متابع يلي أكتر شي بيكون نيرولوج ونحن معنا بالجامعية كمان نيرولوج كرميل تنوجه الناس الموجودة اللي عندها إصابات على الأراضي اللبنانية إنه شو يكون سبل العلاج الموجودة بلبنان تنوجههم لأنه التوعية من أهم الأشياء يعني نحن عم نشتغل عليه هلأ أنا قبل ما تابع بهال البحث العلمي لهال الموضوع لهالما دي حاسس أنه مبعث نوازال ماريان أنا أتعرف على هالجمعية كيف تأسسيت وليش تأسسيت وشو أهدافها وش هي فلا وشو هالأدافة يعني أنه حلو حلو أنه شخص أو أنا كثير بنحني قدام هالأشخاص ولي عندي أصدقاء كثير أشخاص عندهم حالات معينة بيشتل الأشياء حولوا معانيتهم لتوعية يعني بحسهم أبطال أنا معلي شي يسمع حولي يقول لا هيك أنه أبطال بقول لهم أنا بقول لها دائما لأنه مش بس أنه بتوعوا العالم على هالحالة بتعطونا قلنا معنويات لأنه نحن نتفي صغيرة من أي أكاث غيره بسيط نحن نفكر فيها نحن على ما نكبرنا هذا الأدى نحن نصبح محبطين فاليوم حضرتك أسستي هالجمعية وانت رئيسيتها اليوم خبرنا عنا وماذا هي أهدافها فالعو هي فريدريك أطاكسيا ليبنيز أسوسياشن هلا أنا واحدة من المؤسسين بلشيت من إنيسياتيه أطاكسيا أطاكسيا كبرنا وصرنا فرح حلو وشو الأهداف تبعا أول جي أول شيء أهم شيء مثل مؤلك عمال يلي هي التوعية لأنو باللبنين ما فيه توعية أو شيء عند مرضين عند الباسيون بالعيدة مجتمعات تحصل حاصل بس كتير مهمة لوحد جاهل يكون تبعا عن المنافع هذا طبع الترابية التراثمال الموجودة يعني أوكي الحديث هلا ما فيه دوا بس انو في كتير الترابية يساعده يكون عنده نوعية حياة أحسن ويقضي دعم الكنترول ومنجمنت على تقدم أحسنهم. هذا هو الشيء على الناس ونواجهه. لأنه هالباسيون بالبنان يعرف أنه عنده أفئة ما يعرف وين يدوح. لأنه فين أستوعية مش بس عنده عند الحكمة وعند الترابيوت. لذلك يعني إختينا وعطقنا نمرجهم ونساعد المواصلات بينهم وبين الحكمة وبين الترابيوت. وبذلك الآن نجرب قد ما فينا ندعم ونقدم سيرفيس سايكو سوشل. يعني كل شيء لأنه وهذا شيء فاريري تحكينا عنه أكثر. إنه كتير مهم كل السيطان بالبيت يكون بيان عطوري. لأنه كل واحد يعني هالما لدي عم بتدق بكل فرد من أفراد البيت. فكتير مهم يكون فيه شبار يكون بيان عطوري للفاسيان وكل عزيز الموجة. شهر كتير حلوة لهيدا اليوم إنه نعمل هكة توعية. نحنا نقصنا كتير عن جد المعلومات ونقدر نعرف كيف نتوجه وكيف هيدا. ويكون فيه جمعية عم بتواعي. كمان بدي زيد على ماريان ما قلتها. هي إنه كمان فيه مساعدة للناس يلي عندها مادياتها ما بتسمح. يعني كمان إحنا عملنا مثل العشرة لإطلاق الجمعية وأكيد بيصير فيها دونيشن. وهي الدونيشن بيصير إذا كان في عنا أشخاص بيندرس الملف ومنشوف كيف نقدر نوجه ونساعده مثل ما قلت ماريان منساعده على العلاج. وممكن نقدر نقدم مساعدات يعني بتعرف فيه ناس عنده أوضاع شوية صعبة. فكمان الجمعية عم بتقدر. ما نقول أغلبية اللبنانيين. مشوار أصعب بهالحالة لأنه مثل ما شفت عايزين مرات علاج من كذا معالج. يعني إنه عم بلاحز إنه العلاج مكلف. العلاج كثير مكلف يعني وهذا. هل العلاج فيه أدوية لألو يعني فيه أدوية لحد اليوم؟ أدوية لحديث هذه الألواء فيه فيتامين. بأول السالي النروس بأول كأنيرجي. بس أنا أكتر بالتراتمات براتيك يعني فيزيوترابية سبار، أرتوفانية، إيدروترابية. كلها تقوى المشكل واتناشطة. هل عم بتصير فيه؟ تفضل. فيه أشياء كمان فينا نتوقيها. يعني فيه أشياء بس نعرف من وراء الدراسات إنه ممكن تجي. ففينا نقوى عضلات تحت لأن نتوقيها إذا بدك نبطيق مجيتها، نبطيق ظهورها للسامتوم. فبس نقوى مسكولات معينين، قوى كوردناسيون بمناطق معينة بعد سن، بعد ما تفعلت مع المرض، منكونها من أخير تداعيتها المرض. فكمان هيدا الشيء مفيد. يعني هوني في حال إنه لا نقدر نعرف. نحن منقدر نعرف قبل ما تبلش السامتوم؟ نحن عادة بس نعمل التشخيص حتى منقيس كل الأدورات مش بس الأدورات الشايفين ضعيفة، منقيس حتى الأدورات القوية. إيه بس أنتوا بلشتوا لما بلشت باين هالسامتوم باين هالزواهر؟ نظب. بس مثلا مريان بس بلشت عندها هالزواهر بس ما ححكي عنا بما عنا موجودة، ما بيانوا الزواهر على كذا ناحية فرد مرة. بلشوا يبينوا بتعب بالمشي بس ما بلشوا ضغري يبينوا بالحكي، ما بيانوا بالأكل، بينما في مرادة تانيين مثلا حاليا ما بيقدروا يأكلوا أو بيقدروا يأكلوا إشياء معينة، نوعيتها مثلا أكل مطحون. اليوم مريان تأكل عادة، لذلك هناك أشياء بس نعرفها ونتوقيها من أخير أنه تحصل. هل الأكل بيأثر شي على التأخير؟ أم لا يوجد أكل معين في رجيم أليمانتار معين تتبعي؟ هو أحسن أنا بالتبع على رعيم صحي، يعني كثير بعمد بور، كثير بعوز بروتيين، كثير بعوز أكل صحي، بعيد أنه لا يوجد كل شيء في وفاة، سكر كثير، أنه أحسن للإكليب. يعني عم تتبعي النظام الصحي لهو اللي مفروض يكون لكل إنسان يعني. أكيد يعني هيدا لكل إنسان، لكن فكرت فيه نظام غزائي خاص. حسب إذا كان لديه سكر أو قلب. لديه أشياء أصوصي. نعم فارد هذه الأشياء. دائما هون نحن من أولا هون بسالون السياس، لما نكون عم نحكي أشياء طبية. لا نأخذ، لأنه دائما بالسالون والأشياء التي عم نحكي بشكل عام. دائما نرجع للطبيب، نرجع للأخصائيين لحتى، لأنه كل إنسان عنده خصوصياته. وهيدي نسكرة دائما بكل حلقة نحكي فيها طبية. إنه بليز ما حدا يقول إنه أنا هالحالي أنا بمشي فيها لازم تثبط على الشخص الثاني. أو لأهيدي نحن عنا عياها عادل. هي أصلا لازم تعادل. رياحني هيدا الدواء بصخل جيراني كله. بش زابطة. في مرات مرادة بيكونوا حسب الحال التقدم المرض عندهم، بيكونوا مرات الأرتفونيس أو الطبيب عم بيمنعون أو عم بيفضلوا إنه يبتعدوا عن بعض الأطعمة. هون بيكون لأنه صاروا عندهم مشاكل بالبلع أو مشاكل بالتنفس وبالبلع. فكرمال يتفادوا خطر الشردقة. ممكن يكون عم نبعد مثلا عن أطعمة مثل التبولة، مثل الكبة، هول الأكل اللي فيه شردق أو مثلا عن إنه نشرب رحنا وعم ناكل. لأنه كمان بس ينخلطوا اللي كيدو السوليد فيه يكون صعب شوي على بعض المرضة. من هيك بيمتنعوا على فترة مرات عن بعض الأطعمة أو على وقت طويل حسب قد تقدم المرض وما بلش أرتفوني. يعني يوم أنه ننتبه كمان لرجيم الألمان. تريد أن تكون هناك أيضا في أخصائية تغذية. مرات من عوزها. مرات من عوز مساعدتها لأنه خاصة إذا صار فيه أشخاص بطلوا قدرين يأكلوا أكل عادي وصاروا عم يأكلوا أكل مطحون. فمرات من أخذ نصايح أو استشارة من عند أخصائية تغذية. لأنه نكون عم نأمن لهم كل الكالوريز اللي زمين بالوقعة اللي هي مطحونة. فتنقع عن جد لأنه مرات منستهوي نطحن الأكل اللي بينطحن ومننسى أنه في غير أشياء غذائية لازم تكون عم تتاخد. متنوع بالأكل أكيد ضروري. بهالحالة مرات من عوز. بالفيتامينات ليست موجودة في فرد أكلة وبنوع معين من الأكل. صح. هذا هو شغال كثير مهمة اليوم كأورتوفونيست. أنه اليوم أنت كمان موجودة. أريد أن أقول بشكل عام. قبل أن أذهب بالدتائي عن العلاج. لأنه سنطلع برايك. أريد أن نقطع الحديث. بشكل عام. العلاج هو تأخير الإصابة أو تأخير. هناك سؤال أريد أن أسأله هنا. عادة اليوم نستطيع أن تطور العلم الجينيتيك كثيرا. العلم الوراثي وصل لأنه يقرأ كل الأدئان يعمل الـ DNA. وعادة كنا نعمل الكريوتيب وكل شيء. إذا اليوم نعمل فحص الكريوتيب. دائماً أغلبية السيدات وحواميل عم بينعمل الكريوتيب كذا. بيبين معنا شيء؟ أكيد طبعاً لأنه من أول ما يتكون الطفل في عندك الكريوتيب بيكون. يعني الكرموزون ناف. ناف بيكون مبين فيك ودعش. بس بدك تكون مأكد أنه أنت بدك تنبش على هاي الملاديان. بد يكون في عندك سوابق بالعائلة. كلمة أنت تقدر تطلب هيدا الفحص. لأنه بتعرف بدي أمراض بالعالم. لا يمكنك تطلب الكريوتيب لكل أمراض العالم. لكل أمراض العالم. لكل أمراض العالم. بكل ملايين الدولار. بهايب عم بتكلم. فأنت هون بدك تشوف شو. إذا كان في عندك مثلا سوابق بالعائلة. ممكن يكون فيه أتاكسية قبل. والشخص عم يتجوز ومقرر يجيبه له. ممكن يرجع يعمل الفحص. كلمة يتأكد أنه هو منه حامل الجان الثاسيسيف لزوج أو الزوجة. وساعتها هون بتكون عم بتتجه نحو الكريوتيب. بس بغير حالات أكيد ما فيك تعمل فحص هيك لكل الأمراض الموجودة. بس متل ما كنت عم بتقول بي علم الجانات. عم بيصير في كتير دراسات كلمة يعملوا موتاسيون نحو إنك تضبط هالجان. يعني هلأ الدراسات عم بتصير بر أكيد في عنا الفارة يلي هي الجمعية العالمية للفريدريك أتاكسيا. ويلي هي بتعمل رشارش وبيجيها فاندينك مصاري كرميلتا. تعمل دراسات جديدة ونقدر نوصل لحل أو لعلاج دايم للفريدريك أتاكسيا. في كتير دراسات هلأ عم بتصير بالعالم من أدوية من موتاسيون جينيتيك لكتير أشياء وإن شاء الله يعني بيوصلوا لحل قريب وصير في علاج نهاء إلى الأتاكسيا. على أمل دائما دائما نتأمل أنه يكون في علاجات ويكون في شفاءات لكل الأمراض. مش بس عيد المرض وهيدا لكل الأمراض. أعزائي المشاهدين رح تطلع هلأ برايك أصير ونرجع نتابع الحلقة القيمة المهمة. أعزائي المشاهدين رح نتابع بعد هالبرايك الأصير رح نتابع نتعرف على هالملدي. وقبل ما نتعرف ونكفي نشوف العلاج وطرق الوقاية. إذا فيه طرق وقاية رح نتعرف مع دموزان الماريان على تجربتها مع هالملدي. وأنا بدي أقول أنه أنا كنت عم بعمل رشارش عنيك. أكتشفت أنك بيانيست. واستمتعت كثير على اليوتيوب بالموسيقى بالدقية وبطريقتك بالدق. كثير على البيانو كثير حلو. وأنا من محبين هذه الموسيقى الراقلة. فشي كثير حلو اللي عم بتقدميه. ويرايت فينا نمرق فيديو كنا من اليوتيوب. بس تعرفوا أنه ما منقدر. بتمنى على كل المشاهدين يجربوا يفوتوا على اليوتيوب ويتسمعوا. ويعرفوا أنا قديش يستمتعت بهالموسيقى. كمان حدثتك متخصصة. كمان كفيت علميك. وتخصصت بي. شو تخصصت شو تخصصيك؟ أنا المايدور. تخصصت بي. ومستر ميديا. يعني دراسات آلمية. ومستر ميديا. يعني هذه الملادية ما بتوقف لنا طموحاتنا. بقدر نكفي. وشعالة كثير مهمة نقولة للمشاهدين أنه. طموحاتنا بتظلم كفية. خبرنا على الإكسperience اللي بتاعت. أنا بالعكس يعني. من وراء المستر جربت استفيد. والطروحة طبعية. كانت عن كل الحواجز. والتحديات اللي بعيشها الشخص عندها. في لبنان. من وراء هيدا التالس. مع شوبر جروب سكوت. أسسنا فلا. حضرت كنت سكوت. بعضنا ممبر أكثير. كلنا كل الأسان. بعضنا كثير أكثير. ديران لانا. لحظت أنه أكثيف بعدك. وخصوصا أسستها الجمعية. ماذا يمكنك أن تخبرنا؟ يلي يعني. لحيا اللحظة. نصاب بأفعيل. الحياة ما بتوقفون. يعني أكيد صعبة. أكيد منا مثل حيا اللحظة. بس الواحد إذا بده بأيمين. وفيه عن جد. فيه شخوله. التزام. إرادة. وإرادة. أكيد فيه يوصل. يعني فيه كفة علم. مدرسة. جامعة. كان مرد يراسيته عليا. بشتغل. سالة سابسين. وحلق فلا. ودعب. يعني. كثير مهمين. يعني كل شي فاكتر. وايض عميين. وبحدي كثير مهمين. ومن ثم وفاكーポ Anchili. يعني. سالة تور прямо الجشين. فيذيوتيرة. نانسط recruiting. التعرض التعرض تrouجيمين. سپور كان البي Kanal. ساله ثري بان شيل. when هم معي. عد LED أروفني العشقير من توضكلد. كما ادخل في ترابيه أكوار جميلة لقد شئ يسيك كده سنوط سنوط عقين ولو ما هو ليه، أكيد لا يوجد فيه أعمة وكل هكذا أكيد كل واحد يلعب دوره وحياتك في المجتمع، حيات طبيعية شان كثير عظيمة أرجع بإيك أنت من الأبطال شكرا من هيدا البيتخير وهم يعرفون هم ينبعك كمان أصدقائي ويبتخير بصداقتهم كمان عندهم حالات متعددة وكانوا عن جد مثال أريد أن أقول الكلمة أنهم مثال ومشجع لأقلنا الذي نحبط من الأقل فعلا أنا أشهد على هذا الشي لأن مريان أرى مرة في الأسبوع لدي أشخاص غير أشخاص يمكن أن يأتي غير أرتفوني يكونوا شوية تعبنين ممكن يلغوا جلستهم مريان بتكون عاملة مرتين بالجمعة فيزيوترابي مرتين إيدروترابي مرتين أكوا جيم وبتجي على سيونس الأرتفوني من بعد شغلة وبيكون بعد عندها ضهرة بس ما بتقفز سيونس لو تعبانة فالالتزام عن جد شغلة كتير والمسابرة والمسابرة هذه هي دائماً من نقول نحن شغلة كتير مهمة الالتزام بشتى المجالات بشتى الأمور دعونا نرجع للعلاج وقبل ما نحكي بالعلاج فيه شي اليوم نقدر نعمله إذا نعرف مسبقاً إنه الشخص في عنا في حالة بالعائلة ممكن نكون ورسية وترجع تبين مرة تانية فيه وقاية لشي مثل ما قالت فاليري من شوي إنه إذا عرفنا إنه عنا أتاكسي وعملنا الفحص الجينيتيك وتأكدنا إنه رح يكون عنا أتاكسي لازم نعرف إنه نعمل أول شي البلان تنعرف شو عنا إصابات عند هيدا الشخص هلا هالحالة بالوقت الحالة تنقدر بعدين نعرف إنه لوين واصل لأنه إذا بتعمل دراساتك عن الملادية بتقدر تعرف أنت التقدم أو البروغريسيون دول الملادية لوين رايحين فبتقدر ترجع تقوي العضلات والمفاصل وتقوي الجهز العصبة كرميل تا يقدر يخوض هالتحديات اللي وصل لبعضين فبتقدر تأخر من تطور المرض عند هيدا الأشخاص بس كبريفنشن أكتر من هيك ما فيك تعمل فيه أكيد الفايتامين ذي اللي قلت عنه المريان فيه كتير أدوية أو فيتامينات بيقدر يخدها كرميل تا يأخر لكن الأدوية بس ما أحددها أنه هي فيتامينات فيه عندك إذا عندك إصابات بالقلب فيه أدوية خاصة لتخفف طرقات القلب أو لتخفف تضخم القلب الموجود عند هيدا الأشخاص فيه ناس ما عنده هالمشاكل مشان هيك مثل ما قيلت مريان كل حالة بك تدرسها لوحدة بدي يكون فيه أكيب ملتي ديسيبينار أو أنتر ديسيبينار يشتغل مع بعضه كرم أنت تقدر تعرف كل شخص على انفراد ما فيك تقارن الكلب بعضه فقوات في عندك مشاكل بالأدوية هذا يجعلنا نقطة دائما بركز فيها بسالون سيانس لما نحكي عن أشياء أنه ما فينا نقارن كل الأشخاص مثل بعضه بحيال لشيء ومش دواء نفعني بوسطة لجيراني صحيح نرجع دائما للاختصاصيين وهناك أدوية خصوصية إذا كان المريض لديه استعداد فينا نعطي أدوية والطبيب المختص هو البيوصف فعندك أدوية لعدة سمبتومات تصر عند الأتاكسي بس كعلاج نهائي للأتاكسي بعد ما فيه فهذه هي أسطة للتاكسي هذا الوقاية والأشياء دعنا نحكي عن العلاج نعم نحن نحكي عن علاج متعدد متشعر فينا نسميهم لدينا الفيزيوترابي العلاج الفيزيائي لدينا إعادة تأهيل جهاز العصب لدينا الأرتوفوني لدينا البسيكوترابي أو كمان لدينا الترابي السيستميك كفاميليال لدينا البسيكولوج لدينا أكيد النيرولوج سيكون متابع للمواضيع كلها وفيه السبار أو الجيم ففينا نتوسع فيهم شوي هدولين نحكي كل علاج بطريقتهم نبدأ بالفيزيوترابي نعم نبدأ نبدأ بالفيزيوترابي كمعالج فيزيائي وأنا متخصص بإعادة تأهيل جهاز العصب أول شي بدك تشوف الشخص كما قلنا كل واحد على انفرار تتصمين تضمن تشوف كيف قوة العضلات الموجودة عنده ماذا هي المفاصل كم تشوف عنده إذا في أي تشنجات موجودة بدك تشوف الجهاز العصبي عنده بدك تشوف الرفلكس كيف بيتصرف المفصل و الجهاز العصبي مع حيالة ستيمولوس عم يجي كلمتا تشوف إذا في عندك ايبر ريفلكسي أو ايبر ريفلكسي عند المريض بدك تشوف أكيد متل ما إلينا قوة العضلات من بعد ما تعمل هالأساسمت بدك تشوف كمان هلأ صار المجتمع العالمي ومنظمة الصحة العالمية عميت تجه نحو بلان جينيرال يعني بيتضمن حتى الأهل والشخص يعني الشخص شو بده من العلاج والأهل شو بده من العلاج وكيف تنيناتهم فيهم يساعدوا تنقدر نحن نعالج هوا ديك الاشياء اللي شفتهم قبل يعني هنالعضلات المفاصل الأعصاب ونحط الخطة العلاجية للموضوع فصار الاتجاه هلأ مش بس انه أنا شو بقرر صار المريض شو بده لانه اذا المريض ما هو ساعدك والعيلة ما هي ساعدتك انت ما رح تصلى مطرحين ما فيك بالقوة تجيب شخص تعمله علاج بده يكون هو متقبل حاله ومتقبل العلاج تنقدر نوصل لمحال فهيدا اللي بده يقوله بخصوص العلاج الإجمالي للمريض يلي يكون العيلة حده كمان هلأ بالنسبة لتكلفة العلاج وهايك فيك تقدر تدرب الأهل على العلاج للأصحاب على العلاج كما انت تخفف في الأعباء أكيد طبعا العلاج اللي عم نحكي عنه شو بتحب شغل كتير مهم شغل كتير أنه بتدرب الأهل أنه هني يعملوا الفيزيو ترابي للشخص بتساعدهم على تمارين معين يعني إذا أنا بدي أقول عنده تشنج بمفاصل الكوع أو تشنج بمفاصل الإجر إذا أنا بديجي لعندي الكرمية تحسن له هيدا الموضوع بديجي خمس ستيين بالجمع وهيدا الشيء ما بقى عمله أنا أنا بعلم الأهل كيف بيقدروا يساعدوا يعني أنت عم بتعلمهم على ابنهم كيف فيتعاملوا معه مش عم بتعلم على كل شي بالفيزيو ترابي عم بتعلم على أشي معيني بتساعد حالة ابنهم أو ابنتهم الموجودة بالبيت أنا مع التعليم لأنه الجلسة الوحيدة هيك ما بتعطي نتيجة وبدي خبرك شغلة أنه نوع شغلة هي قدرة الدماغ على تأكلهم مع التمارين يعني اللي نسميها بلاستيستي سريبرال قد ما بتقدر تمرن الدماغ قد ما بتخلي الجهاز العصبي يتأكله مع حالة المريض الموجود فيها في قوقات عندك ناس عندها فالج إذا مثلا أو الشلل النصفي إذا ما بتجرب إنك تعمل تمارين يومية لساعات معينة بالنهار قدرت الدماغ على التأكلهم إنه يساعد هالخلايا يلي عاملة دمور يلي هي ميتة تقدر تاخد مطرحها ما بتقدر توصل لنتيجة فنفس الشي بالأتاكسي بدك تدرب الدماغ على قدرته بالتأكلهم على طريقة المشي اللي هو موجود فيها يعني إذا أنا باك تجي تعطيني جسم ماريان هلأ تقوم قمشي دغري بدأ قلوب فهي قدرت الدماغ على التأكلهم بحلتها هيدا شي كتير مهم مش نهايك منركز إنه الأهل يساعدوا يساعدوا بالتمرين نحنا منعلمهم إذا كان اللي هذا وإذا كان أكيد بعمر معين هو الشخص بصير يعملهم هو بيعرف يعمل لحاله هو بيعرف يعمل عضلاته هو بيعرف يعمل تمرين في عنا كمان نحنا منشتغل بالفيزيوترابي عنا الكواردناسيون يعني قدرت تناسق الحركة إذا بدك تلقت غرض أنت تقدر تصل له وتجيبه صوبك بينما اللي عنده أتاكسي ممكن ما يوصل ضغري للغرض يلي هو تقدر ياخده صوبه كمان منشتغل على هيدا الأشياء في الإيرغوترابيوت فيه كمان يساعد بهيدا الموضوع في عنا كمان التوازن التوازن توازن بيصير فيه خلل بالتوازن ليه بيصير فيه خلل لأنه الخلايا مثل معنا العصبية بيصير في عنا ضمور فيها وبيصير هالشبكة الأعصاب ما عم بتتناسق بين بعضها فنحنا منجرب إنه نقوي هالبالنس الموجودة بالجسم من الإجران للإيدان للكور يعني لكل العمود الفقري لأنه وين ما كان بتصير الإصابة فمنقوي كل هالأجهزة مع بعضها نأمن هالتوازن بالجسم ونأمن هالحركة الإنسيابية بين بعضها دعونا نتلع نحكي شوي بالكاورتوفونيين شو دورك وشو طريقة العلاج دجا دكتور كمال حكي عن أهمية هيكي أخذ الموضوع بطريقة سيستاميك يعني ناخد كل النظام بعين الأهتبار لأنه كله رح يأثر على بعضه فإن كان بالوظائف الكلمية أو حتى بالتنفس يعني رح نشوف أنه التنفس رح يأثر على الحكي لأنه إذا نقطع نفسنا أنا هلأ إذا نقطع نفسي أنا وعن بحكي رح يطلع صوتها أخف وبعد شوية رح يخطفي صوته فالتنفس بيأثر فقدرت على تنسي النفس لأنه في عنا مشاكل بالكورديناسيون والأتكسي رح تأثر كمان على الكلام زيادة الشي رح تأثر على تنسق العضلات لنقدر نحكي فمن هيك مرات بنشوف صعوبة شوي باللفز لأنه كمان موضوع اللفز بده تنسق عضلات لنقدر يطلعوا مخارج الحروف صحيحة وتيكون تناغم الكلمات وتناغم الجمل مضبوط كمان رح نكون عم يتأثر من وراء النفس ومن وراء تنسق العضلات البلع والبلع معقولة يأثر على الأكل وبعدين كمان على كل شيء وظائف حياتية فمن هيك بالأرتفوني كمان رح ناخد بعين الاعتبار هالنظام كله ونشتغل عليه الوظائف اللي قرية تأثرت منكون عم نجرب قد ما فينا نحسنا والوظائف اللي بعد ما تأثرت منكون عم نعمل وقاية لحتى لقد ما فينا نأخر هالتداعيات فمنكون عم نشتغل على صعيد الكلام اللفز ومنكون كمان عم نشتغل على صعيد التنسيق الهوى لحتى ليكون عم يطلع الصوت بعضه بالذات الخامة لأنه كمان الشخص بس يحس انه هيدا مش صوته مش هيحس حاله مرتاح يعبر بالمجتمع وكمان بيصير صعب على المحيط وعلى الأهل إذا كمان تطور المرض يكونوا عم يفهموا عليه ويكونوا عم حدوا وعم بيساعدوا فبنعرف التواصل شغلة مهمة إن كان التواصل الكلامة وإن كان التواصل الغير كلامة لأنه مثل ما حكي كمال مرات تنسيق الحركة فيه أثر كمان على التواصل الغير كلامة يعني على الحركات على النظرة على وجوده بالمجتمع فهولا كلهم كمان نحن نشتغل عليهم تحت تالي يكون المريض قد ما بيقدر عم بيكف حياته هو ومرتاح هو ومحيطه يعني شغلات كتير مهمة هون قدرنا عرفها وقداش هيدا وهون كمان بدي يمرق الشخص اللي عندك جلسات متعددة أو بديك تضلك متابعة على طول مزبوط كمان هون المتابعة أكيد مهم تضل على مدى الحياة بس ممكن تكون متقطعة يعني حسب كمان التقييم اللي بنعمله بنحط خطة علاجية ممكن تكون الخطة العلاجية مرات حسب قديش الحالة صعبة ممكن تكون مرتين بالأسبوع مرات ثلاث مرات بالأسبوع حسب الحالة وأكيد بنكون عم نساعد المحيط ونساعد الشخص أنه يكون هو عم بيعمل قد ما بيقدر تمارين مناسبة لأله ليساعد حاله ومش كتير يجال عنا فكمان بعد وقت ممكن تصير نعمل مرة كل أسبوعين نوقف فترة كل ثلاثة شهر نعمل تقييم يعني هول إشا بيصيروا هيك بدراسة الحالة مع تطورة طيب هون كمان مثل الدكتور كمال عم تقولي لي أنه فيك الدربة لأهل مزبوط تيساعدوا لأنه نحنا كتير من قامن بالأبروش سيستاميك بأنه النظام كله إذا مش كله ساعد بعضه لأنه بتعرف حيالله خلل بعنصر واحد من النظام رح يأثر عن نظام كله وحيالله تغيير بعنصر واحد من النظام رح يأثر عن نظام يعني ببساطة إذا حدا كان يشتغل للساعة أربعة صار يشتغل للستة ويكون في حدا تاني مثلا عم بيجيب الولادة من القردوري حدا تاني عم بيدرس فهو تغييرات صغيرة كيف إذا صار فيه تغييرات مثل حدا بطل يسوق فصار بحاجة حدا يساعده مرات إذا حدا بطل يقدر يعبر منيح بحاجة حدا يكون حده إذا رحشي مطرح إذا صار فيه صعوبة بالتنقل بالمشي بحاجة لمساعدة فما فينا نقول إنه إحنا بس رح نشتغل على الشخص المصاب نشتغل على المحيط ليكون هالمحيط مرتاح ومريحه هنا ساعتها بيدخل دار للبسيكولاو ومشين هيك منشتغل بطريقة على الكومنيكاسيون أو بالبسيكولوجي أو على البسيكوتيرابي كمان مننقل أي كوران حسب حاجات المريض وحسب شخصيته فممكن كل واحد يلاقي حاله بواحد من الكورانات أكتر من الثاني أهميتهم هو إنه نكون عم ناخد بعين الاعتبار كل هالتغييرات لنكون عم نخلق معيدة جديدة مفيدة للكل بهالتغيير اللي صار لأنه بتعرف مش واحد وواحد بيساوي اثنان كيف ما كان فنحي يكون هكي الكل أول شي مدرك قادر يعترف بالإشياء اللي صارت لا يقدر بعدين يوجهها خاصة إنه الشغلة بدي نفس طويل يعني مننا شوكب عم نقبعها في مشوار فقدي فينا نحصن العيلة والمحيط طبع الشخص لحتى لنكون إذا بدك عم نفعل الطائط والقدورات اللي عنده تيكفي المشوار قد ما بيكون أحسن لا إله ولا غيره لأن مرات الشخص المصاب بيكون كتير مرتاح مع حاله بس الأشخاص اللي حواليه هن اللي مضايقين وفيهم بعدين يتعبون بيكون بكل الحالات يعني هايدي وبكل يعني أوقات إذا واحد جرب أوقات المحيط طبعه بيكون أكتر من الجريب يعني مضبوط وبيقوله خصوصا من ذلك نحنا الليبنانيين مزيد عارفة مزيد حب زيادة أوقات الحب الزيادة مش بمحله ببداية مضبوط مرات العناية للزيادة أو الحماية للزيادة لأنه منحس إنه المريض إذا بطل قادر يمشي كأنه سير بده حماية لكل شيء وهو بيكون بس يمكن بالمشي فتنظيم هالأشياء بيعوز مرات هكي جلسات وهو الجلسات مرات بيكونوا مرات الأسبوعين مرات بالشهر بس منكون عم نشتغل على الموضوع مع كل النظام نحنا بكل الحالات الليبنانية بدنا نشغل على هالحالة لأنه نحب زيادة نحب زيادة لذوم ومنعتي زيادة عن زيادة ولكن لدينا شيء بوزيتيف لدينا محبتنا الزيادة لبعضنا لبعض شعر كثير حلوة هاي بس أوقات لازم تكون ضمن إطار حدود ومعين دموازال ماريان بتقومي بأعمال انت تمارين خاصة منك لوحدك من دون معاين الأهل أو يعني انت عندك تمارين خاصة لازم تقومي فيها يوميا يعني من دون المعالج ولا للأهل أنا بامل أقواتجم أقواتجم وقتا الترينر هي ما فيها تكون عم بامل أنا بروغرامة واحدة لأن أراضي مع علمتنا شو أعمل هي ومانة بحق يعني فيها كنا واحدة أرتفاني كل يوم تقريبا كل إجزرسيس للرأسرسيس للواء للكون habit والمن魅س HEAL وكما الآن لا يعني كل شي سفار عم بكون مع حدا لانو هي مشكة كوارديناسيون يعني الفارس طبعي كتير منيها بس مثلا بدي علي اجري لا واحدة ما بتاعلى ازا بيهتدي لي ركبتي بتاع لهيك ازا ما بيهتدي لي ركبتي تفتح اطماتيك ما الباسيان والعالم بفكرة انو فيه فابلس بينما هي بده كاستمايزايشن يعني البروغرام يكون خصوصي لهي طرح هذا ازا تشي الفيزيوترابيه همكون مع ماء كمال اللو واحدة ما لانا اجرسيساتنا اكتر يعني ما عندي البروغرام واشي عنايه كله ماشيك ديناسون بفاتي الكون مع شاعد هي هلق صار فيه كمان العلاج بسميه فيتشو الريهب يعني الشخص بيوقف قدام التليفزيون مع كابتر او سنسر على جسمه بيصير يلعب اللعبة اللي موجودة قدام اللي هي خاصة بالحركة هي بتسلع وبتخلي تنسى انك تطلع بالارض تشوف انت كيف جسمك عم يتفاعل مع الحركة وبتكون انت عم تتحقق تقدم بقوة العضلات وبالتناسق بالحركة وتقوى البالنس وكل شي بتكون انت عم تلعب اللعبتي اسمها virtual rehab نحن عم نشتغل فيها هلأ كمان بتعطي نتيج حلوة عندما المريض يحس حلوه عم يعمل علاج حس حلوه عم يلعب لعبتي وبتكون انت عم تتحقق أهدافك وأهداف المريض أكيد فدي أرجع للموسيقى أنا بحب الموسيقى لما بكون عم تلعب على البيانو أكيد بدأ كوردينيسون بدأ هيدا تلعب بيانو ولا بس بيانت الحالي صفتي لا بلاشت كان عمري تسعة أو ثمانية كنت بالكونسرفاتور وكتيرت الدمان وبلاشت اللعب يعني باوتلات عراس عشوائز وبعدين قررت انو اشتغل ماركتينج وبطل عند وقت وبلاش لذلك ومن وقتها يعني صارت الأيبن شي ثمانية سنين من وقتها بدأت الحق صارت بس بدأت صار الله حلوه في شيء أكيد بدأت قبل يعني هو البيانو إذا حرم ما بيشي واقف شوي كتير بتصفيره خرص إيدي كتير مشانجين لأنه بده كتير البيانو انقرار بشكل مخيص ما كايه كل شي تكنيك كتير أفنسي بطل في عمله بس ما البيانو يعني كتير بفيد يعني أحسن بفتكر أحسن إجزرسيس للأصابيع هو البيانو جال هي وحكينا نحن منا في حلقة سابقة من سالون دي سيانس عن حلقة خاصة عن الميزيكوتيرابي إنه قداش الموسيقى بتساهم بتقدم الشخص وبيعلاج لعدة حالات عم بتتعالج منها الأوتيسم عم بتتعالج بالميزيكوتيرابي وفي كتير حالات عم بتتعالج بالموسيقى ونحن بنعرف كنا سواء يعني إذا كنا تعبنين وكنا هيدا في موسيقى لازم نسمعها بتريحنا بتريحنا بتتريحنا مش حيل موسيقى أكيد يعني الموسيقى اللي هي موسيقى آى بتختم هالحلقة. شوخينا بعض هيك شي بنا نقوله ومقلنا بعض. ماريان تختبر ماريان جزا. انا بحب وجه كلمة لكل حدا مصابة فيه. انه عن جهة الحياة ما بتوقف بتكمل. الواحد لازم يسابه. مش كلمة شي كلمة حاله. هو يكون مبسوط. واذا فيه حدا بيعرف حدا مصاب به المرض اكيد يحيينا. رح نجالي بقدما فينا. يكون عم نقدم الدعم اللازم. وبدأقول مرسي لنا عندها دعم مرسي. اوشي لعالعيلة. يلي هي اللي حاضنة. وثاني شي لكل الترابيوت لانه صاروا عيلة الدنيا. وثالث شي لقالله. لاحظت هذا الشيء بالحلقة هون انه صرتوا عيلة. والثالث شي عن جد مرسي لقالله. ومرسي لقالك. نحن اقل شي نقدر نعمله. مرسي لك لانك اعطينا معنويات. مرسي على هالتجيع اللي عم بتشجعون ايه وتعطينا هايكي. انتو متل ما الكون بتشكر نموزة المريان لهاللقاء الحلو القيم. دكتور كمال بتشكرك كمان. مرسي لستضافتك. دكتور او مدام فاليري. على كل هالمعلومات القيمة والشيخ اللي قدرت نوعي فيها الناس. نعطي معلومات الانسان اللي قولت ما بيعرف هالشي. نكون نفكر على شي تاني ورجع هذا. نرجع منقول ما حدا يهمل شي باي حالة باي شغلة ما نحس فيها. نرجع للطبيب. والطبيب هو بيوجهنا لعند الطبيب المختص باختصاصات معينة باشياء بحالات معينة. فأعزائي المشاهدين بتمنى تكونوا استفدتوا من هالحلقة. وإلى اللقاء بحلقة جديدة من سالون دي سياس. ترجمة نانسي قنقر